لكن أقول ما ضاع حق وراءه مطالب نعم أبدا إحنا رح نبقى نطالب ونبقى نداعي وإن شاء الله حتى في هيتش ظرف وفي هيتش أزمة أنا أعد أبناء محافظ صلاح الدين أنه سوف يكون هناك تغيير إن شاء الله إذا ما استلم المحافظ ورئيس المجلس الجديد مهامهم بإذن الله ويحققون إن شاء الله الدعم الجهات الحكومية عليهم أن تدعم إرادة مجلس المحافظة وأن لا تدخل ضغوطات وصراعات وإصنعنا مشاكل حقيقة في محافظة صلاح الدين يعني هذه رسالة إلى كل المسؤولين في بغداد عليهم أن يدعمون قرارات مجلس المحافظة وأن لا يكون عائق في تحقيق المصلحة وبالتالي تضغي جوانب وأجندات سياسية على محافظة صلاح الدين هذا ما لا نتمنى طبعا وإن شاء الله ما رح يكون بإذن الله ما رح يكون ولكن فيما إذا حصل سوف يكون لنا كلام آخر في وقتها نعم يعني أنت تتصور أن هناك اطمئنانا مع الجانب الحكومي في بغداد أعني رئاسة الوزراء بسألة قانون قانون أستاذ أنا سألة قانون صلاحية مجلس المحافظة في التغيير وإذا ما غير بهذا الظرف شوك تغير